حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن جعفار بن عبد الرحمن الأنصاري عن أم طارق المولاة سعد قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فاستأذن فسكت سعد ثم أعاد فسكت سعد ثم عاد فسكت سعد فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأرسلني إليه سعد أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أن أردنا أن تزيدنا قالت فسمعت صوتا على الباب يستأذن ولا أرى شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت قالت أمم الدمين قال لا مرحبا بك ولا أهلا أتهدين إلى أهل قبا قالت نعم قال فاذهبي إليهم